أهلا بكم إلى آخر نشراتنا الإقبارية لهذا اليوم من التلفزيون العربي في لندن وصل وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى مطار فنوكوفا في العاصمة الروسية موسكو وذكرت وكالة تاسا روسية أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي سيجريان غدا مباحثات بخصوص سوريا وسط أزمة دبلوماسية مشتعلة بين الدولتين على خلفية الضربة الأمريكية الأخيرة على سوريا وفي وقت سابق أعلنت الخارجية الروسية أن لافروف أبلغ نظيره الأمريكي هاتفيا رفض بلاده للهجوم الذي شنته الولايات المتحدة على مطار الشعيرات التابع للنظام السوري فجر الجمعة الماضي وصول تيلرسون إلى موسكو جاء قبل ساعات قليلة من تصريحات أدل بها الرئيس الروسي لاديمير بوتين وقال فيها إن بلاده لديها معلومات بأن الولايات المتحدة تخطط لشن ضربات صاروخية جديدة على سوريا وإنها تدبر لاختلاق هجمات بالغاز وإلساق التهمة بالنظام السوري لدينا معلومات بأن هناك استفزازات مماثلة يجري إعدادها في مناطق أخرى من سوريا بما في ذلك الضواحي الجنوبية من دمشق حيث يخططون لزارع المواد الكيميائية وإلقاء اللوم على الحكومة السورية باستخدامها ولكننا نعتقد أن أي هجوم من هذا النوع يستحق التحقيق فيه بدقة سوف ننتقل رسميا إلى الأمم المتحدة وندع المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق شامل في هذه العمال وقبيل توجه وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى موسكو أكد في تصريحات الله أن لا مستقبل لعائلة الأسد في سوريا وأن بلاده لن تسمح بوقوع مخزون السلاح الكيميائي السوري في يد ما يسمى بالدولة الإسلامية كلام تيلرسون جاء عقب اجتماعه مع نظرائه من وزراء خارجية دول مجموعة السبع حضره كذلك وزراء خارجية قطر وتركيا والسعودية والإمارات والأردن وخصص الاجتماع لمناقشة الشأن السوري ومحاولة فرض عزلة على نظام بشار الأسد على هذه الطاولة يسعى وزراء خارجية الدول السبع الصناعية الكبرى إلى وقف مشاهد قتل الأطفال في سوريا والتي استمرت لأكثر من ستة أعوام ومحاولة إقناع الدب الروسي بالتخلي عن دعم النظام السوري الاجتماع يأتي غدا تزيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى موسكو للقاء المسؤولين الروس وبحث الأزمة السورية بعد الضربة العسكرية التي وجهتها واشنطن إلى نظام الأسد بينما تكابد علاقات الغرب مع روسيا لتجاوز سنوات من انعدام الثقة بالنسبة لمستقبل بشار الأسد من المهم لنا أن نقوم بعملية سياسية تؤدي للخاتمة النهائية لكيفية حكم سوريا سياستنا للتوحيد السورية التي يحكمها الشعب وأعتقد أنه من الواضح لنا جميعا أن عهد أسرة الأسد قد وصل إلى نهايته الضربات الأمريكية الأخيرة على سوريا غيرت قواعد اللعبة ودفعت الأوروبيين إلى محاولة فرض عقوبات على النظامين السوري والروسي سنناقش إمكانية فرض المزيد من العقوبات وبالتأكيد على بعض الشخصيات العسكرية السورية وعلى بعض الشخصيات العسكرية الروسية التي شاركت في تنصيق الهجوم الكيميائي الأمريكيون غيروا قواعد اللعبة باستخدام صواريخ الكروز تلك والذي لم يسبق أن حدث في السنوات الخمس الماضية وقد تم تغيير اللعبة الآن وأعتقد أن من المهم أن تصل هذه الرسالة إلى الروس ويكتسب لقاء اليوم من الاجتماع أهميته بعد دعوة انضمام كل من تركيا والسعودية وقطر والأردن والإمارات إلى الاجتماع الذي دعا إليه وزير الخارجية الإيطالية الحيرة تبدو على حلفاء أمريكا بسبب إلمح رئيس دونالد ترامب إلى أنه سيكون أقل تدخلا من سابقه وأكثر استعدادا لغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان إذا كان ذلك يصب في مصلحة الولايات المتحدة وفي ضوء ذلك فإن الهجوم الأمريكي على سوريا الإسبوع الماضي أثار ارتباك الكثير من الدبلوماسيين ومع ذلك هناك حالة من انعدام اليقين بشأن ما إذا كانت واشنطن تريد إزاحة الأسد الآن مثل ما يسعى كثير من الأوروبيين إليه وبشأن ما إذا كانت الضربات الصاروخية مجرد تحذير الرسائل المتضاربة للحلفاء الأوروبيين أثارت خيبة أملهم فيما يسعون إلى دعم الولايات المتحدة الكامل لحل سياسي قائم على نقل السلطة في دمشق ينضم إلينا في الستوديو الكاتب والمحلل السياسي محمد فتوح سيد محمد مرحبا بك على شاشة العربي بداية تصريحات واشنطن وعلى لسان تيلرسون تبدو هذه المرة ربما أكثر صرامة كيف يمكن ترجمة هذه التصريحات فيما يتعلق بمستقبل الأسد في السلطة يعني أعتقد أن الإدارة الأمريكية تحاول الآن بناء قواعد جديدة للعلاق أو بنشاء الملف السوري ترامب يحاول أن يقول أنا لست أوباما أوباما تحدث أو حاول أن يضغط على النظام بشار الأسد ينزع سلاح كيماوي وما زال هناك سلاح كيماوي وأنا لن أكتفي بالتصريحات والتهديدات أولنما بالفعل أطلقت صواريخي هكذا يعني يحاول ترامب أن يقول أنا أكثر جدية يحاول أن يستعرض القوة في الواقع يحاول أن يرضي أطرافا عربية وأقليمية الآن للسعوديين على سبيل المثال باعتبار أنه كان هناك استياء من إدارة أوباما بشأن ملف السوري الأتراك الآن غيروا نبرتهم على مدى الأشهر الماضية كان الأتراك أكثر تفاء قبولا للنقل بالواقع القائم وأن الأسد لم يعد أولوية الآن عادوا للهجتهم القديمة بشأن محاسبة أو رحيل بشار الأسد وبالتالي هناك أكثر من رسالة أيضا هناك مسألة داخلية تتعلق بالتحقيق الذي يجريه الكونغرس بشأن علاقة روسيا بترامب اليوم كان هناك مقابلة مع ناجل ترامب في تليغراف كان يقول أنه هذا يثبت أننا لسنا مرتبطين بروسيا ولا نخشى بوتين وبالتالي هذه أيضا محاولة لوضع مسافة أو لابتعاد أو نائب النفس عن العلاقة مع روسيا إضافة إلى أنه يبدو الأمريكيين يحاولون أن يعيدوا بناء معادلة العلاقات مع روسيا بشأن الملف السوري يعني الآن لم يعدوا يكتفوا أو لا يريدون أن يكتفوا بأنه فقط نحن نحارب داعش ونبني نفوذنا في المناطق الكردية خلافا لإدارة أوباما سيد محمد هذه الإدارة الجديدة يبدو أنها ربما تترجم أقوالها إلى أفعال هل ستتعاطى موسكو بجدية هذه المرة مع التصريحات الأمريكية ومع الأفعال أيضا؟ يعني بالتأكيد سيكون هناك لنقل صفقة جديدة ليكون هناك معادلة جديدة والروس أعتقد أنهم مفتحون على هذا الأمر وبالتالي شاهدنا بالأمس أو سمعنا بالأمس كان رئيس الجدشون الخارجية في منلس الاتحاد الروسي يقول نحن لسنا معنيين بمنع الضربات أو بتصدي للضربات الأمريكية هذه مهمة النظام السوري وإحنا مهمتنا معروفة وما إلى ذلك وبالتالي الروس أيضا مع زيارة تيريرسون إلى موسكو اليوم وغدا سيكون هناك بالتأكيد البحث في القواعد اللعبة الجديدة ومحاولة لتخلي أو لمراجعة الاتفاق الذي أبرمه أوباما لا سيما بشأن الملف الكيماوي باعتبار أن وجود كيماوي في سوريا سواء كان بيد النظام السوري أو بيد أي مجموعة أخرى هو بالنسبة للإدارة الأمريكية وحلفاء في المنطقة مشكلة في عجلة سيد محمد الفتوح الدول السابع ومينها أمريكا أيضا طالبت روسيا بالتخلي عن دعم نظام الأسد ما هو المقابل أدى واشنطن لروسيا إذا تخلت عن الأسد يعني هو هذا الهدف لنقل التصعيد في الخطاب هو الوصول في النهاية لنوع من الضغط على الروس سواء عبر التولويح بعقوبات أو حتى اتهامهم مباشرة أو بشكل غير مباشر أنهم مسؤولون عن الهجمات الكيموية سواء بتسكوتهم أو بتعاونهم وبالتالي محاولة الضغط على الروس في الواقع هي للحصول منهم على التنازلات جديدة لنقل بناء معادلة جديدة في الأمريكوين الآن لم يعدوا يكتفوا بقضية داعش وأن أمريكوين الآن يكون لهم وجود مواذن للروس في سوريا الكاتب والمحلل السياسي محمد فتوح شكرا جزيلا لك لا تزال الاجتباكات مستمرة في مخيم عن الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة سيدا جنوبية لبنان اليوم الخامس على التوالي وعلى رغم من إعلان التوصل إلى اتفاق يقضي بتواري بلال بدر زعيم المجموعة الإسلامية المتطرفة التي تقود تمردا داخل المخيم وانتشار القوة المشتركة في حي طيري ووقف القتال إلا أن أي من هذه الشروط الثلاث لم تنفذ مراسلتنا جويس الحاج هوري زارة المخيم ووفتنا بالتقرير التالي لا لم تنتهي المعارك في مخيم عين الحلوة لا لم تنجح القوى الإسلامية في إقناع بلال بدر بالانسحاب حتى أن القوى المشتركة لم تنجح في الدخول إلى حي الطيري هناك من يمون على بلال بدر وهناك بعض جهات إسلامية طلبت أن تتدخل لإيجاد حل حل بمعنى أن لا يكون هناك قتال ومواجهة عسكرية وأنه مستعد أن يتوارى من المنطقة بمعنى ينتقل إلى منطقة أخرى أو أن لا يظهر إعلاميا أمام الإعلام في المنطقة هناك بالطيري طبعا هذا الموقف الحقيقة يعني غالبية الفصائل كانت ميالة له نحن كنا أقرب إلى ضرورة الحسن على الرغم إذن من اتفاق قادته القوى الإسلامية وفي مقدمها عصبة الأنصار ما زال بلال بدر ومجموعته يتحصنون في حي الطيري تم الإعلان عن ساعة الصفر لانتشار القوات المشتركة وصادف وجودنا في المخيم بعد إعلانها وهي ساعات مرت على ساعة الصفر وغادرنا نحن المخيم دون أن تتمكن القوة المشتركة ميلا انتشار على مدى أكثر من ثلاث ساعات اجتمعت القيادات العسكرية للفصائل والقوى بدى الانقسام واضحا انقسام عززه موقف القوى السياسية والأمنية اللبنانية حين طالبت بوقف الأعمال العسكرية حفاظا على أمن مدينة صيدة وسكانها لا يخفي أحد هنا خشيته من قادم الأيام في هذا المخيم مخيم عين الحلوي جهة عدة تجاهر برفضها لتواري بلال بدر وتصر على إنهاء حالته انقسام يبقي حالة التوتر قابلة للانفجار في أي لحظة جويس الحشخوري التليفزيون العربي من داخل مخيم عين الحلوي للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان قالت الشرطة إن ثلاثة انفجارات ألحقت أضرارا بحافلة فريق بوريسيا دورتموند الألماني لكرة القدم وأصابت أحد لعبيه بينما كانت الحافلة في طريقها لأداء مباراة الذهاب في دور ثمانية لبطولة دور أبطال أوروبا لكرة القدم أمام فريق موناكو الفرنسي وأكدت الشرطة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن انفجار الحافلة كان هجوما بمتفجرات شديدة ووضحت الشرطة في بيانها أنها لم تستطع تحديد سبب الانفجار أو تأكيد ما إذا كان شيئا ما قد انفجر من جهته أعلن نادي بوريسيا دورتموند أن مدافعه الدولية الإسباني مارك بارترا نقل إلى المستشفى وأنه اضطر لتأجيل المباراة إلى يوم غد عبر الهاتف من برلين ينضم إلينا ناصر جبارة صحفية المتخصص في الشؤون الأوروبية سيد ناصر مرحبا بك ماذا في آخر تفاصيل حول هذه الانفجارات الثلاث؟ هل ضربت منطقة واحدة أم أنها كانت منفصلة؟ بغاية الآيام التأكيدات لها مصدرين الشرطة والنادي نفسه الآن تأكدت تعرض الحافلة لثلاث انفجارات في حين هذا الكلام للشرطة النادية تحدث عن تأكيد عن انفجار ثلاث قنابل بالضبط يعني هذه القنابل كانت على أحد الأرصفة وانفجرت ثورة انطلاق الحافلة من الفندق الذي كان يقيم فيه اللاعبون إلى أرض الملعب ما أدى إلى إصابة أحد مهاجمي الفريق العلماني عفوا نعم الفريق العلماني هذا ما أكده أيضا سواء الشرطة أو الفريق وتم نقل هذا اللاعب إلى المستشفى الشيء الجديد هو تحدث الشرطة منذ دقائق عن عصورها على جسم مشبوه في الفندق الذي رجع إليه اللاعبون بعد حدوث الانفجارات لغاية الآن يعني ردود الأفعال على هذا الانفجارات كثيرة سواء من الحكومة الألمانية أو من الفرق الألمانية الأخرى أو من عمدة مدينة دورتموند ولكن يعني الانفجارات الثلاثة تأكدت سواء من الشرطة أو من النادي هذه آخر حصيلة المعلومات المتوسرة في هذا الموضوع أشكرك جزيلا شكر الصحفي ناصر جبارة المتخصص في الشؤون الأوروبية كنت معنا من برلين تتابعونا في هذه النشرة أيضا الأمم المتحدة تحذر من أن شبح المجاعة يهدد الملايين في القرن الإفريقي مع اقتراب موعد الاستتاء على تعديلات دستورية في تركيا في السادس عشر من الشهر الجري تشتد المنافسة بين الأحزاب السياسية في الحملات الدعائية حزب الحركة القومية اليمني الذي أيد مساعي الرئيس رجب طيب أردوغان لتغيير النظام من برلماني إلى رئاسي لديه في المقابل مطالب تتعلق بمحاربة حزب العمال الكردستاني لم يكن رهان أردوغان خاسرة التقارب مع حزب الحركة القومية صب في مصلحة الرجل فتم تمرير حزمة التعديلات الدستورية من تحت قبة البرلمان إلى الاستفتاء الشعبي العام دخل حزب العدالة والتنمية والحركة القومية في تحالف معلنة فثمت تفاهمات تم الاتفاق عليها بين الطرفين فالحزب ذي التوجهات اليمينية قال إنه سيدعم النظام الرئاسي مقابل إعلان الحرب على تنظيم حزب العمال الكردستاني ومحاكمة بعض السياسيين الأكراد فكان له ما أراد ندعم النظام الرئاسي لأن حزب العدالة والتنمية هو من بات يتقارب مع مبادئ ورؤية حزبنا الحكومة استجابت لجميع مطالب زعيم حزبنا دولة بوهجلي أطلق الحزباني حملاتهما الانتخابية القاسم المشترك بينهما كانت كلمة نعم للتعديلات الدستورية فمصالح الطرفين الآن تتلاقى في الطريق ذاته وكلاهما يعزفوا على وتر القومية التركية لا ثابتة في السياسة الخصمان اللدداني في الأمس بات اليوم في خندق واحد لتغيير النظام في البلاد من برلماني إلى رئاسي هكذا تتشكل التحالفات السياسية ويرسم مشهد جديد في تركيا عدنا نظار التلفزيون العربي اسطنبول وفق مجلس النواب المصري بالإجماع على فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن القرار يستري بأثر رجعي اعتبارا من ساعة الواحدة من مساء يوم أمس الاثنين وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق على قرار رئيس عبدالفتاح السيسي فرض حالة الطوارئ عقب التفجيرين استدفى كنيستين وأصفر عن مقتل خمسة وأربعين شخصا على الأقل وإصابة أكثر من مئة آخرين قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن خطر موت الكثيرين بسبب الجوع في أربع دولين هي اليمن والصومال وجنوب السودان ونجيريا يتصاعد بسرعة بسبب الجفاف والصراع وتسببت الحرب الأهلية في جنوب السودان في تدهور الوضع الأمني ما أجبر أكثر من مليون شخص على الفرار مع تزايد خطر الموت جوعا في ظل نقص الماء والغذاء لم يخطر في بال الصبية في جنوب السودان أن بلادهم التي استقلت قبل ميلادهم بأعوام قليلة ستصبح أول دولة تعلن فيها المجاعة منذ ست سنوات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دقت نقص الخطر بشأن الوضع الأمني المتدهور في جنوب السودان والذي أجبر نحو مليونين نسمة على مغادرة البلاد بسبب الحرب الأهلية الدائرة هناك وبات يهدد مليون شخص إضافي بالجوع الأمم المتحدة أعلنت أن المجاعة تضرب أزاء كبيرة من جنوب السودان حيث يعاني نصف السكان تقريبا وعددهم نحو ستة مليون نسمة من قلة الماء والغذاء إذا جمعنا كل الأعداد القديمة والجديدة مع بعض حوالي ستتمائة ألف أو قريب من ستتمائة ألف لاجئ في السودان وتشير التقديرات حاليا إلى وجود نحو مائتين وسبعين ألف طفل يعانون من سوء التغذية بشكل حاد واحتمالات وفاة هؤلاء الأطفال يزيد تسعة مرات عن احتمالات وفاة الأطفال الذين يعانون سوء التغذية تقرير سري للأمم المتحدة كشف أن حكومة جنوب السودان هي المسؤول الرئيس عن المجاعة في أزاء من البلاد وأن الرئيس سالفاكير مازال يعزز قواته مستخدما مئات الملايين من الدولارات من مبيعات النفط في هذه الأثناء لا يزال الكثيرون يختبئون في الأدغال وهم يحاولون الاتجاه نحو الطريق إلى الحدود الأغندية بعد أن تعرضت بيوتهم وممتلكاتهم للنهب والإحراق لقد فقدت عائلتي بأكملها في الحرب كان عددهم سبعة أفراد خمسة أشقاء وابنين لذلك غدرت بيتي في ولاية أعالي النيل وسرت لأيام للوصول إلى هنا ولن أعود أبداً ما شاهدته كان فعلاً مروع خطر موثي الكثيرين بسبب الجوع لا يختصر على جنوب السودان فقط بل أطبخ كذلك على نيجيريا أكبر اقتصاد في إفريقيا وأكبر بلد منتج لنفط فيها إضافة إلى اليمن والصومال بسبب الجفاف والصراع خطر يهدد نحو عشرين مليون شخص في مناطق متضررة فسدت فيها المحاصيل وارتفعت معدلات السوء التغذية خاصة بين الصغار وتقول المفوضية أنها تكثف عملياتها في تلك المناطق لكنها تصدم بنقص حاد في التمويل اقتحم عشرات المتطرفين اليهود صباح اليوم باحات المسجد الأقصى وأدوا شعائرة المذية بمناسبة عيد الفسح اليهودي المستمر حتى الثامن عشر من الشهر الحالي وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت باحات الحرم القدسي ليلة الماضية وفتشت مرافقه تحسبا لوجود معتكفين ومرابطين يعتزمون التصدي لهذه الاقتحامات وقال مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن ثمانية وأربعين مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى في أول أيام عيد الفسح اليهودي دمر حرق ضخم ملاجئ خشبية مؤقتة في مخيم للمهاجرين شمالية فرنسا بعد ساعات من اشتباكات وقعت بين 150 مهاجرا ما أصفر عن إصابة ثلاثة منهم نقلوا على إثرها إلى المستشفى وقالت السلطات المحلية إنه تم إرسال شرطة مكافحة الشغب إلى المخيم لوقف الاشتباك وإجلاء المئات من المهاجرين إلى صالات رياضية محلية بعد أن قضى الحريق على منازلهم الهشة ويعيش نحو 500 مهاجر في المخيم الذي أقامته منظمة أطباء بلا حدود في المنطقة منذ أكثر من 20 عاما على مدى شهر يستمتع السياح بمناظر خلابة على ضفاف نهر الباتوميك في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال موسم إزهار شجر الكرز حيث تقام فعاليات مختلفة احتفاء بهذا الموسم تفاصيل أوفى في تقرير مرسلتنا ريمة أبو حمدية تتفتح أزهار أشجار الكرز إذانا ببدء فصل الربيع قبل 105 أعوام أهدت اليابان إلى واشنطن 3000 شتلة من أشجار الكرز هذه أو ساكورا باليابانية تعبيرا عن الصداقة بين البلدين وأصبح موسم تفتح الأزهار أداة جذب للسياح يشتذب موسم أزهار الكرز نحو مليون ونصف المليون سائح كل عام ويصادف هذا العام الذكرى التسعين للاحتفالات التي تقام ونحتفل بمرور 105 أعوام على الهدية من اليابان إلى واشنطن المدينة مجهزة لاستقبال هذا العدد الكبير من السياح من كافة أنحاء الولايات المتحدة والعالم كل عام لمشاهدة هذه الفعاليات أزهار أشجار الكرز ترمز عند اليابانيين إلى الجمال والحياة سريعة الزوال كحال زهرة الكرازة إذ لا تدوم حياتها سوى أسابيع قليلة ساكنين برا بس على طول إرنية حلوة الواحد يجي إليه ويتفرج ويتصور ويشوف الناس اللي بتجي من تقريباً كل أنحاء العالم مناظر حلوة كتير ما بيقدر يفوتها الواحد كل سنين تقريباً من جي ساكنين نحن بعد شي ساعة ما كتير يعني بعيد بس بيضل الواحد منصر حلو لدى واشنطن وجهان وجه سياسي يعرفه الجميع ويختلفون فيه ووجه سياحي يمثل اختلاف الحضارات والثقافات لتزيده أشجار الكرزي هذه تنوعاً من كان يعتقد أن هدية من أشجار الكرزي ستصبح رمزاً للصداقة العالمية؟ لا، بل واضحة أحد معالم واشنطن المهمة على دفاف نهر الفاتوميك ريمة أمحمدية تلفزيون العربي واشنطن بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة زروا موقعنا على الانتنات العربي دو تي في كما بإمكانكم إبداء الأراء والمقترحات على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي السلام عليكم ورحمة الله